هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 147 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الستراتيجية تم ضبط أكثر من 26 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 105 أطنان سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 14 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 444 قضية من بينها 84 قضية لخبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وقد تم ضبط 12 قضية بمجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبطات بلغت أكثر من 117 طن أقماح محلية